اشتركوا في القناة المجتمعات العربية قناة الجزيرة تحتبر احد ادوات اختراك الدول الاخرى لصالح القيادة القطرية فالحقيقة ان قناة الجزيرة يعني على الرغم من ان ظهر الحديث عن المصالحة او مش عايز اقول المصالحة لان ما ظهرش او صدر اي تصريح رسمي من القيادة المصرية او من الدولة المصرية بشأن الموافقة على المصالحة القطرية انما التزمنا الصمت لكن التصرفات الحالية او المادة الدعائية اللي بتعملها قناة الجزيرة هي عايزة تفصل وده في علم النفس السياسي او علم الاجتماع السياسي عايزة تفصل بين مخطبة المسؤولين من خلال قناة اعلامية رسمية تخص الدولة اخرى ومخطبة الجموع الشعبية او المجتمع بمعنى ادق طيب انا دلوقتي مش هخطب المسؤولين انا عايز ايه من مخطبة المجتمع المصري أنا عايز أغرز أغرز واخد بالك من كلامي أغرز في كل واحد عايش على أرض مصر من المصريين حاجة أعمله حاجز عدم الثقة بينه وبين القيادة السياسية طيب إذا كانت القيادة السياسية دي مرتبطة أو ذو خلفية عسكرية وبالتالي التشكيك في القيادة السياسية بينبع من التشكيك في القيادة العسكرية أو المؤسسة العسكرية وبالتالي مش صدفة إن يبقى الاتجاه بتاع أي قناة معادية لمصر بيبقى بيصب في طريقتين اتنين ضرب الثقة ما بين الشعب وما بين النظام أو ما بين الرئيس من ناحية وضرب الثقة ما بين الشعب وما بين الكوات المسلحة من ناحية تانية تصبح قناة الجزيرة ليس فقط أداء لاختراك المجتمعات العربية بل اختراك المجتمعات العربية يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأسمة ما هو الهدف الأسمة إشغال أو تفتيت الدول المجورة وتقسمها وإشغالها بقاءها في حالة إشغال دائم للدفاع عن النفس أو الدفاع عن البقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا